زار جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي حيث كان في استقبال جلالته رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات واجتمع جلالته بالفريق الركن فريحات فترة من الوقت تم خلالها بحث عدد من الأمور والقضايا التي تهم القوات المسلحة في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية وأثنى جلالة القائد الأعلى على الجهود الكبيرة التي بذلتها القوات المسلحة خلال إثنادها للأجهزة الأمنية في حادث البحر الميت مؤكداً اعتزازه بجاهزيتها بمختلف صنوفها وتشكيلاتها في جميع الظروف والأحوال كما أعرب جلالته عن اعتزازه بجهود القوات المسلحة في الدفاع عن ثار الأردن الطهور وأمنه واستقراره والحفاظ على مقدراته معرباً عن ثقته العالية بالمستوى المتقدم والمتميز الذي وصلت إليه القوات المسلحة إعداداً تسليحاً وتدريباً